إبراهيم دبيان كان أكثر واحد يعني يرد على الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ كان يحبه كثيرا ويقبل منه كثيرا وكان من كثر ميانة على الشيخ ومحبة الشيخ له كان أكثر واحد يجادل الشيخ رحمه الله تعالى لكن عن أدب طبعا بأدب كان يناقش الشيخ ويرد عليه وكذا حتى أذكر مسألة نناقشة فيها الشيخ وهي لما تكلم الشيخ عن حافظ الأسد أذكر طيب والشيخ كان لا يتكلم في الأشخاص أبدا وإنما يتكلم بالعمومات وكذا لا يقبل أن يذكر الشخص يعني فكان إبراهيم دبيان نقل عن حافظ الأسد وكذا فالشيخ عثيمين قال لا تذكر الأسماء وكذا وهذا فقال يا شيخ هذا كافر هذا كذا هذا كذا أيام حافظ الأسد وكذا وكان الشيخ يقول أنا لا أتكلم في الأشخاص وهذا يعني من الأشياء التي تعلمناها من الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان ما يتكلم في الأشخاص بأعيانهم وكان ينهى عن ذلك رحمه الله تعالى إلا من أظهر يعني الكفر والفسوق يعني إظهارا واضح لكن مع هذا ما كان يعني يسمح بذكر هذه الأشياء لكن على كل حال كان أخونا أبراهيم دبيان أنا أذكر أنه كان أكثر طلبة جرأة على الشيخ لمحبة الشيخ له وهو كان أيضا بارزا في العلم يعني أخونا أبراهيم رحمه الله تعالى كان بارزا بالعلم يعني وكان يقبل منه الشيخ رحمه الله تعالى وكان يناقش